موسيقى تابع الملك الكامل كتبه إلى أخويه المعظم أو المعظم صاحب دمشق تابع الملك الكامل كتبه إلى أخويه المعظم صاحب دمشق والملك الأشرف موسى بن العادل صاحب ديار الجزيرة وأرمينية وغيرهما يستنجدهما ويحثهما على الحضور بأنفسهما فإن لم يكن فيرسلان العساكر إليه فسار صاحب دمشق إلى الأشرف بنفسه بحران فرآه مجغولا عن إنجادهم بما دهمه من اختلاف الكلمة عليه وزوال الطاعة عن كثير من من كان يطيعه فعذره وعاد عنه وبقي الأمر كذلك مع الفرنج أقول لاحظ واحد في مصر يرسل نجدة إلى صاحب دمشق ونجدة إلى صاحب الجزيرة وأرمينية الآن ماذا يفعل صاحب دمشق تصور المخطط تصور الخارطة الخريطة على الأرض عندك مصر فكيف تذهب إلى بلاد الجزيرة بلاد الجزيرة من الموصل وشمال الموصل إلى أن تصل إلى ديار بكر في تركيا كيف تصل لا بد أن تمر ببلاد الشام تمر بدمشق أو تمر ببلاد الشام إذن دمشق واقع بين مصر وبين الجزيرة وأرمينية فصاحب دمشق ماذا يفعل لا يذهب إلى مصر وكأنه يطرق الباب على جاره ثم جاره وكأنه يخطو خطوات ويطرق الباب على جاره يذهب من دمشق إلى الجزيرة من أجل أن يخبر أخاه بأن يأتي معه كي يذهب إلى مصر ولنجدة مصر لكن لم يجد الاستجابة من ذاك ومن ذلك السلطان الملك الأيوبي فماذا فعل وماذا حصل وماذا يفعل رجع إلى دمشق واستقر في دمشق والسلام أقول حدث العاقل بما لا يعقل الفرنج يحتلون أراضي عربية إسلامية مصرية وقتلوا عشرات الآلاف من المسلمين وسبوا الآلاف وهرب ونزح وتهجر أضعافهم والشعب المصري خائف كباقي الشعوب الإسلامية يريد الفروب لكن ملكهم ومالكهم الكامل يمنعهم من الهجرة والنزوح فهل يعقل أن الاستهان بأرواح المسلمين وعراضهم ومقدساتهم تصل إلى المستوى الهزلي الساخر الخرافي المبكي الذي ينقله ابن الأثير وهو يبرر سفاة ما فيه الصلاطين بحيث أن الأوضاع بذلك المستوى الأقصى من المظلوميات والخسائر والمفاسدة التي وقعت على إسلام والمسلمين وبلدانهم فيذهب ملك الشام بكل برود من دمشق متجها شمالا إلى حران الواقع جنوب تركيا من أجل تبليغ أخيه الأشرف رسالة أخيه الكامل من أجل نجدته نجدته وأهل مصر ونجدته أهل مصر من خطر الفرنج الذي يداهمهم وممكن أن يفتك بهم في أي لحظة وبعد تبليغ الرسالة إن وجده في حران وإلا إذا لم يجده وإلا سيذهب إليه في عمق تركيا باتجاه ديار بكر ثم إلى أرمينيا لخروج الكثير من الممالك من سلطنته وبعد تبليغه يرجع إلى دمشق ثم يتجه جنوبا باتجاه مصر حيث طريق البحر يسيطر عليه الفرنج فهل يعقل مثل هذا التصرف وهل يمكن التصديق بمثل هذا الكلام وإن تم هذا فهل يجسفاها واستخفاها في الأرواح والأعراض والمقدسات بمثل هذا ومع كل ذلك فإن ظاهر كلام ابن الأثير يدل على أنه لم يذهب للكامل أي لم يذهب للكامل أي من الأخوين ولا أي عساكر منهما لا صاحب دمشق ولا صاحب الجزيرة وأربينيا ومع كل ذلك فإن ظاهر كلام ابن الأثير يدل على أنه لم يذهب للكامل أي من الأخوين ولا أي عساكر منهما وانتهت الحكاية كما بدأت فأغلقها ابن الأثير فجأة وأنهاه بقوله وبقي الأمر كذلك مع الفرنج إذن لماذا ذهب ولماذا أرسله على مساعده واستغاثه ولماذا ترك صاحب الشام الشام ترك دمشق وذهب إلى الجزيرة وإلى حران وإلى بلاد أخيه في تلك المناطق وتلك البلدان وبعد هذا لم تحصل استجابة يقول وبقي الأمر كذلك مع الفرنج إذن ليبقى بدون أن يتحركوا بدون أي نجدة وبدون استغاثه ترجمة نانسي قنقر